بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها طاقة الرقم تسعة متصل بكوكب المريخ كوكب الحرب والنار كل من يحمل رقم تسعة سواء في تاريخ ميلاده أو في مجموع حروف اسمه يكون إنسان مليء بالطاقة والحيوية يصل إلى مراحل معينة إنسان محبوب وحريص يحب الآخرين ويسعى دائماً للمساعدة حساس يتقن التعبير عما في داخله متعاطف تناسبه النشاطات الفنية يحتاج للراحة والمرح ذو حس إنساني محب للطبيعة مبدع كريم يحب ممارسة الرياضة ويجيد فن الاستماع رويدة اسم طاقته رقم تسعة طبعه مائي جنسه مؤنث البرج من خلال الاسم برج الحمل يناسبه برج الميزان ولا يتناسب إطلاقاً مع برج العقرب وبرج الحوت الكوكب المسيطر كوكب المريخ اللون المفضل الأحمر يوم السعد الثلثاء برج المواليد برج الحوت يناسبه كثيراً برج العذراء ولا يتناسب إطلاقاً مع الأبراج الهوائية كبرج الجوزاء وبرج الدلو طاقة تاريخ الميلاد رقم ستة البرج الباطني وبرج الأسد الصورة القرآنية المناسبة هي صورة المسد صفاته رويدة ودودة بشوشة لطيفة محبة للتواصل مهتمة لمشاكل الآخرين عاطفية محبة للنقاش محبوبة جدية عملية منظمة طموحة طليقة اللسان قيادية عاطفية غيورة تحب لفت الانتباه لها تميل للشهرة جذابة كتومة تحافظ على أسرارها أسماء الله الحسنة الخاصة بشحن طاقة الإسم رقم تسعة يا ملك يا قهار يا باصت يا رافع يا معز يا سميع يا كريم يا حق يا حي يا مؤخر يا آخر يا منتقم اسم رويدة يتكون من خمسة حروف حرف الراء حرف ماء مؤنث ثلاث درجات حرف الواو حرف ترابي مؤنث اثنى عشر درجة حرف الياء حرف ترابي مذكر خمسة عشر درجة حرف الدال حرف ماء مؤنث ثمان وعشرين درجة وحرف الهاء حرف الناري مذكر ثلاثون درجة الطاقة الغالبة في اسمك هي طاقة الأنوثة تملكين ثلاثة أحرف استقلالية تدعمك هذه الحروف الاستقلالية مما يجعلك تصلين إلى غاياتك وتحققين كل ما ترغبين فيه برجك على الاسم هو برج الحمل وبرجك الباطني هو برج الأسد برجاني ناريان لا يتوافقاني مع برج مواليدك الذي هو برج الحوت فالنار والماء عنصراني متضادان مما يجعلك تعانين من بعض المشاكل ويسبب لك بعض العراقيل في حياتك لونك المفضل هو اللون الأحمر ويدل على أنك إنسانة حساسة وذكية جدا جذابة وأنيقة وعطوفة مجموع تاريخ ميلادك رقم ستة مما يدل على أنك إنسانة ملتزمة شديدة العناد متفردة بآرائك وقيادية تعملين بكل جد واجتهاد في سبيل إرضاء عائلتك وتضحين لأجلهم بكل ما تملكين يدفعك هذا الكد إلى تحمل مسؤوليات كبيرة على عاطقك قد تتعبك كثيرا أنصحك بعدم التنازل عن حقوقك فنفسك قبل الآخرين وليست أنانية فمن يتنازل مرة يصبح محل استغلال من طرف الآخرين اعملي على تقوية حظك ونصيبك بكثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد والتقرب إلى الله بالطاعات وكثرة الدعاء فهذه هي وسائل النجاح والحياة الطيبة في الدنيا والجزاء في الآخرة لا يعلمه إلا الله أتمنى لك التوفيق للسعادة سبع قواعد عليكم اتباعها لتكونوا سعداء وتنعموا بحياة سعيدة بإذن الله أولا أكثروا من الدعاء وابدأوا دعاءكم وأختموه بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله يستحي أن يرد دعاء العبد إذا دعاه فالصلاة على محمد وآل محمد مقبولة ويقبل الدعاء ما بينهما ثانياً تخلصوا من الحقد والكره والضغينة فهي صفات تمتص الطاقات السلبية وتعود على حياتكم بالسلب وكثرة المشاكل ثالثاً تصدقوا ولو بالقليل فالصدقة تمنع غضب الله ولا ينقص مال من صدقة بل يضاعف الله أموالكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون فالكلمة الطيبة صدقة فلا تحرموا أنفسكم من كثرة الحسنات وزيادتها رابعاً أحسن الظن بالله تعالى فهو عز شأنه يقول أنا عند ظن عبدي بي وتفاءلوا بالخير تجدوه تجنب الألفاظ السيئة فلكل كلمة طاقة فقد تجلبون ما لا تحبون بألفاظكم خامساً عيشوا في بساطة مهما على شأنكم فالتواضع من الشيم المحببة واسعوا إلى عمل الخير وساعدوا من يحتاج للمساعدة فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس سادساً افتعلوا السعادة حتى تتحقق لكم ركزوا على التفكير فيما ترغبون وما تتمنون تحقيقه فالإنسان يجذب ما يفكر فيه سابعاً لا تقطعوا دعاءكم لإخوتكم وأحبائكم بظهر الغيب من أراد أن يحقق الله له دعاءه ومطلبه فليدعوا بما يريد لنفسه لأخيه عن ظهر الغيب فمن يؤمن على دعائه ملك من السماء يقول له ولك بالمثل اللهم وفقنا لما فيه الخير اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته